عيسى عليه السلام قال ولم يجعلني جبارا شكيا والسلام علي يوم ولد ويوم أموت ويوم أبعث حيا ربنا بعد قال ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يبطر ما كان لله أن يتخذ من ولده سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحان الله كان حمله آية من آيات الله تبارك وتعالى ومريم عليها السلام صبرت على هذا الابتداء أشد الصبر إخوانا مؤمنين الليل المتحمل أدى في الليل تنفتها تعرف كما تقرأ قصة غيره وتشوف الأذى اللي قابلك أنت في الدين وفي الدنيا تعرف أنك أنت ما قابلك شيء ما قابلك شيء ما قابلك شيء من الأذى مما لاقاه هؤلاء الصالحون ولكن مع شدة الأذى يزداد المؤمن تقوى وتوحيد قصة مريم دي في هذا توحيد عجب جدا سألت ربنا ودعت ربنا وزكريا دعا ربنا وتعلقوا بالله جل وعلا وربنا رزقهم من حيثنا يحتسنوا وعندنا الليل احنا في انتبعنا الكثير والكثير جدا من الناس لما يصيبنا الملاء يلجأوا لغيرهم يستعينوا بالشيوف ويعلقوا الأوراد والحجمات والعقايدة الباقة زي اللي بأصل لها الآن عندنا في الراديو والتلفزيون للأسف الشديد كل يوم هذا البلاء ماشي زايد زيادة فساك في العقيدة تحريد للعقيدة الإسلامية على يد ناس يدعوا الولاية والصلاح يحرفوا العقايد الموجودة بالقرآن موجودة في السنة سنة واحد نتكلم جاب القصة بتعلم عيسى عليه السلام وولادته قال زي ما جبريل وزي ما عيسى بن مريم قال وأخلق لكم من الضين كهيئة للطير فأنفقوا فيه فيكونوا طيراً بإذن الله المعجزة بتاع عيسى بن مريم شال المعجزة دي وأدى للشيخ بتاعه وفي التلفزيون القومي بتاعه علىنا قال الشيخ يعمل زي ما جبريل عليه السلام عمل وزي ما عيسى بن مريم عمل يخلق قال الشيخ يخلق يرزق والشيخ يرزق يحيي الموتى والشيخ يحيي الموتى نعوذ بالله نبلع وللأسف الشديد في الإزاعة يعلن البرنامج وبالتلفزيون ينشر البرنامج ويسكت العلماء الرسوليون في الأمة خايفين ماذا يفكر له في الباطل دا والباطل ملاء الدنيا والله تبارك وتعالى يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون نلعب جميعا لو سكتنا عن منكر زيدا ودأ شد منكر وأقص وأفصع منكر على وجه الأرض أن يصف للعباد ما هو لله جل وعلا فاطل السماوات والأرض ولذلك نشكو أمرنا إلى الله ونشكر حالنا إلى الله ونسأل الله جل وعلا أن يرفع ما بنا من الأذى والبلاء والعقائد الخريبة الضالة التي ملأت أرجاء بلادنا نسأل الله عز وجل أن يرفع مننا البلاء أن يرفع مننا الأذى وأن يقسم طهر من يفسد في عقيدتنا ويفك في ديننا ويأتي شعبنا وأمتنا في العقائد الباطلة اللهم إنك جواد كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وتذبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تفرغنا إلا بذنب مغفور وعيد مستور وتجارة لن تغور اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا اللهم فر كربنا اللهم نفس حمنا اللهم اقضي ديننا اللهم اشف مريضنا ورد غائبنا واغضي حوائجنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحب اللهم اشتركوا في القناة شكرا